تعالوا بقى نبدأ أخبارنا هذا الصواح بالخبر الأكثر أهمية وتصريح لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادتي بلغة بلقاء صديقي الزعيم بوتن بمنتجع سوتي الرائع دي يمكن كانت الجملة اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبر بيها مبارح الأربع عن ساعته بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في منتجع سوتي بروسيا وقال في نص المنشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سعادتي بلغة بلقاء صديقي الزعيم الروسي فلاديمير بوتن بمنتجع سوتي الرائع وتناقشنا في عدة موضوعات هامة وتبدلنا الرؤى حول أبرز الملفات الدولية والإقليمية يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتن شهداء أعمال القمة المصرية الروسية بمدينة سوتي الروسية المطلة على البحر الأسود وابتدت الحياة القمة بجلسة مباحثات منفردة بين الرئيس السيسي ورئيس بوتن بعد كده كان فيه جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين من أهم أو أبرز النقاط اللي يجب أن نشير لها أن رئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس أجنبي يلقي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي ومجلس الفيدرالية الروسي يعتبر أعلى غرفة برلمانية في روسيا دي برضو كانت نقطة يجب أن نشير لها كان فيه طبعا سور وأخبار كتير كانت متدولة خليني يعني نقول كده باختصار إيه أو أهم النقاط وتفاصيل هذه القمة المصرية الروسية يمكن كان على صفحة سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كان فيه بعد أو شرح تفصيلي لهذه القمة الهامة القمة دي تناولوا فيها يمكن حاجات كتيرة جدا ونقاط متعددة كان أهمها مواصلة الارتقاء بعلاقات مصر مع روسيا وتجديد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توقيع الرئيسين على الاتفاق أو اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي خصوصا أنه بيتزامن مع احتفال البلدين الصديقين باليوبيل الماسي لبدء العلاقات الديبلوماسية بينهم الأقيمة سنة 1943 وأعرب عن تقدير بلاده لدور مصر في الشرق الأوسط كركيزة للاستقرار والأمن والسلام من النقاط المهمة برضو اللي تم تناولها في هذه القمة كانت الانطلاقة القوية اللي شهادتها العلاقات كان طبعا تناقشه في موضوع التبادل التجاري وصوبه لتعزيز العلاقات السنائية في مختلف المجالات كان فيه طبعا وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل في الكام سنة الأخيرة لسبع مليار دولر لأول مرة فده طبعا يعني مؤشر اقتصادي عالي ومهم جدا مع دولة عظمة زي روسيا وكمان تمت منقشة نقطة برضو على المستوى الصناعي ودي برضو من الحاجات اللي يجب أن نشير لها تم توفقية ايضا الاتفاقية واللأشاد بها الرئيسين بانشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بور سعيد يقى في شهر مايو اللي فات المنطقة الصناعية دي بتمثل نقل حقيقية في العلاقات الاقتصادية طبعا بين مصر وروسيا وبتتيح توطين الصناعة وايضا وجه الرئيسين الجهات المعنية في البلدين للعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع الاقتصادي الضخم والهام ايضا طبعا يعني اكيد تم تناول عودة طيران مباشر بين القاهرة ومسكو قريبا جدا ويمكن ده اللي نوه لي الرئيس لعدمير بوتن في القمة المصرية الروسية عودة الطيران المباشر وقال ان طبعا هو بيتطلع لعودة رحلات طيران بين باقي بمدن الروسية والمدن المصرية الاخرى في اسرع وقت واعتقد ان الموضوع يعني سيتم طبعا أو سيتم عودة الطيران بين القاهرة ومسكو قريبا جدا بالنسبة بقى للصعيد الثقافي ودي برضو حاجة مهمة جدا ويمكن ما كانتش بتحظى باهتمام قبل كده أو في السنين اللي فاتت التعاون الثقافي بين البلدين اتفق الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس بوتن على اعلان سنة 2020 عام ثقافي بين مصر وروسيا يعني ايه عام ثقافي بين مصر وروسيا يعني سنة حتشهد العديد من المناسبات الاحتفالية للبلدين بتعكس تواصل ثقافي وتبادل ثقافات وحضرات وتبادل فني بين البلدين والشعبين الصديقين وده هيتيح طبعا تبادل الثقافي ان كل دولة تستفيد من تجارب الدولة الاخرى خصوصا ان الدولتين لهم تاريخ عريق جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الثقافي تم تناول ايضا طبعا يعني حقيقة دور مصر في التسوية الخاصة بالازمات العربية زي روسيا زي ليبيا تم تطرق ايضا لموضوع فلسطين ويمكن رئيس السيسي اكد ان الاشتباكات الاخيرة في ترابلس وضحت خطورة الاعتماد على الميليشيات في توفير الامن ولازم يكون مهمة حصرية القوات الامنية النظامية والجيش الوطني الليبي الرئيس السيسي قال برضو ان مفيش بديل عن الحل السياسي بالنسبة للازمة السورية واتكلم واستفاد في كلمته في طبعا موضوع ازمة فلسطين وتطرق ايضا لحجم الارهاب والجهود اللي موجودة دلوقتي والمفروض يكون فيه تضافر وتكاتف بين كل دول العالم لان الارهاب ما بقاش فيه منطقة الشرق الاوسط فقط ولكن طال الجميع وده اللي يمكن اكيد مستوعبه الجانب الروسي بشكل كبير جدا لان تمت المباحثات بينهم بشكل كبير في ختام المباحثات قام الرئيسان بتوقيع اتفاقية تجديد الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي وكمان شهد توقيع وزيراء خارجية الدولتين على مذكرة تفاهم لقالية المشاورات السئسية والاستراتيجية بين وزارتين الخارجية في البلدين وتلى ذلك المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين اللي تبعناه يمكن مع حضراتكم ده طبعا كان بالنسبة للقمة المصرية الروسية وطبعا هنتابع حضراتكم بكل ما هو جديد من توصيات هذه القمة او مستجدات ونتائج هذه القمة الهامة